تعالوا بقى نشوف الفاكتور افكتد دراج ابزوربشن انا عايز الدواء يمتص يعني ايه يمتص يعني يعدي من المكان اللي هو فيه لحد ما يوصل بلود قولنا هيعدي حواجز كتير الحواجز دي يعيما كابيلاري ميمبرين يعيما سيل ميمبرين اللي هو هيعدي من ميمبرينز كتيره الميمبرين السيل ميمبرينز بتاعتي عبارة عن لبت باي لاير اكتين مهمين اول اللي متصاص لأي سطح عموما السيرفس ايريا بتاع السطح كل ما زادت لسه كل ما زاد السيرفس ايريا كل ما كان الديفيوجن عالي كل ما كان طبعا الابزوربشن عالي فالسيرفس ايريا هتبقى مهمة جدا للامتصاص دول اهم حاجتين بيؤثروا على الايه الابزوربشن متعد الدواء انا بتكلم عن الحاجات اللي انا مش هتحكم فيها قوي في الجسم انما اقدر اتحكم فيها يعني اهم حاجتين هيساعدوني قوي على الامتصاص ان انا لقي مكان له سيرفس ايريا عالي قوي والبلوت فلو ليها عالي اللي هي الفاسكولاريتي يعني وكمان الدواء يفضل فترة كافية اللي هو هسميه الكونتك تايم بعد شوية بحيث ان هو يمتص يعني عندي باللوجيك كده اي حاجة عشان تمتص من اي مكان السيرفس ايريا او السطح اللي هيحصل فيه انتصاص هيبقى كبير الدواء ده يوصل يوصل للمكان اللي هو هيمتص فيه فالبلوت فلو يبقى رايح للمكان ده بصورة كويسة دي كده بتشمل الفاسكولاريتي او البرميابلتي او البلوت فلو يبقى ببساطة خالص عشان اي دواء يحصل له امتصاص عندي كزا حاجة ان الدواء يروح للمكان اللي هو عايز يمتص فيه او مكان الامتصاص ومكان الامتصاص ده هيروح له ازاي? هيروح له ببلد. يبقى مهم عندي قوي البلوت فلو او الفاسكولاريتي. هيروح ان هو وقف عنده لازم يبقى عندي سيرفس اريا او سطحه كل ما زاد السطح بتاع الامتصاص او السيرفس اريا كل ما الامتصاص زاد. تمام? وعندي هيفضل وقت قد ايه? يبقى كل ما زاد الوقت اللي هو هيقعد فيه على السطح الكبير ده كل ما زاد الامتصاص يبقى الكونتكتايم هيفرق معي وما يبقاش عندي حاجة تطرده البرة زي ما هنشوه بعد شوية يبقى عندي اربع حاجات مهمين اوي او الفاسكولاريتي السيرفس اريا بتاعي كل ما زاد كل ما حسنت الدنيا بتاعتي وفي نفس الوقت ما يبقاش في حاجة تطرده زي اللي احنا نتكلم عليه دي بالنسبة الحاجات اللي هي في الجسم طب انا عايز الحاجات اللي برة اللي هي بتاع الدواء اللي احنا عمالين نتكلم فيها من شوية والقصة دي كلها تمام فمجملا كده انا باللوجيك فهمت اصلا ايه اللي هيؤثر على من غير مقرأ كل الكلام ده طيب تعالوا بقى نيرى الكلام الحاجات اللي هتؤثر على ودي قولنا هتعتمد على حاجتين على بتاعت الدواء اللي هو تمثل في البي كي ايه بتاعتي وهو هاخد بقى ويك اسد ولا ويك بيز ولازم ابقى عارف اللي انا فيه او اللي بيقسموه زي قوة كده مسلا وبنقول ده مثلا ده 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 وهكذا المهم تطلق على مكان معين هقول عليه حاجة معينة في الجسم طيب يبقى يهمني اوي البي اتش بتاعه مكان معين بلاشكم بارتمنت دي لو هتصعب الامور مكان معين في الجسم سي مثلا زي ما احنا شايفين في الصورة كده البي اتش بتاعتي من ستة واتنين من عشرة لسبعة من ستة لسبعة يعني لسه في الحتة بتاعت الاسدك الاستمج بمور اسدك من واحد لتلاتة الديودينام لسه ستل اسدك فهنا بتاع الاسدك ميديم هيبقى حلو قوي الاسدك دروج الجيجنم والاليم سبعة ونص التنانية ده بقى الكلين وكل منزل بقى كل ما هيبقى الكلين فهلاقي الابزوربشن اوف بيزك او الكلين بيزك دروج من الالكلين ميديم اللي هو الجيجنم والاليم هيبقى افضل وافضل انما الديودينام برضو ستل لسه سلايتلي اسدك ستة يعني حتى لو عرفنا سيبك من اربعة ونص دي ولا اربعة وتمانية من خمسة لستة يعني سلايتلي اسدك انما المعدة مور اسيدك واحد لتلات عشان اش سي ال تمام طيب زي ما احنا قلنا لسه شرحين دلوقتي موظم الدراج ويك اسيد او بايز البي اتش او داماديا ما هتبقى هي المحرك الاساسي للديجري وفونيزيشن والاسبرين بتاعي ده واحد من الاسيدك ميديكيشن وبرضو الانسيدز زي الايبو بروفين الانسيدز كزا اسيد ديريفاتف يعني بروبيونيك اسيد ديريفاتف مثلا اساتيك اسيد ديريفاتف في الاخر هم اسيد والاسبرين طبعا اسطايل اسيتك اسيد فكل الاسبرين والمعظم الانسيدز او اذا ما كانش كلهم يعني عبارة عن اسيدك ميديكيشن طيب الحاجات البيزيك دراج زي الامفيتامين كل الالكالويد بقى اتروبين مورفين اي حاجة الالكالويد ناتشرال بروديك هتبقى آآ بيزيك ميديكيشن والآ بايريميثامين برضو نفس الكلام دور بيزيك ميديكيشن يعني هيبقوا في الاسيدك ميديم ويمتصوا في الحاجة اللي شبههم في البي اتش اللي شبههم يعني البيزيكي يمتصوا اكتر من الجيجنم والآليم تمام والعكس بالعكس لو اسيدك قلنا لازم البلاد فلو بقى كويس او عشان الدواء يوصل اصلا للسايت او آآ ابزوربشن الاستومك ميكوزة طبعا لازم كل ما زاد السطح اللي هيبقى فيه امتصاص كل ما كان افضل بنقارن دايما بين الاستومك بيحصل امتصاص فين دايما احنا عارفين النقطة الشهيرة ان هي اللي بيحصل فيها الامتصاص من معظم الحاجات بقى ادوية وخلافه وخصوصا الديودينام اللي هو اول جزء من الانتستن ليه بما ان الاستومك اصلا الميكوزة بتاعتها فكر الاستومك بيسموها يعني اللي هي بيئة معادية لأي حاجة هو ربنا خليها كده عشان آآ الاكل وعشان طبعا ما يحصلش اي والاسد والكلام ده كبارير يعني فالاستومك ميكوزة اصلا ثكر تخينة شوية وزي سمول سيرفس اريا عن الانتستن يعني لو قرنت السيرفس اريا بين الاستومك والانتستن لا الانتستن تفقها طبعا بكتير جدا وكمان لو فاسكولاريتي يعني ما حققتش اصلا الشرطين اللي احنا لسا ايلينا عليهم السيرفس اريا اهم حاجة والفاسكولاريتي كمان الكونتاك تايم يبقى الثلاث شروط اهي كمان ما تحققتش احنا قولنا بلاطف لو او فاسكولاريتي وسيرفس اريا مهمين اوي ويقعد كونتاك تايم آآ بالفترة معينة ده انتهانا الميكوزة اصلا ثكر فالابزورشن هيبقى فيه صعوبة شوية من تقال من بره لجوه او من بره لليوم او كده او العكس والسيرفس اريا قليل ده بتاع الاستومك والفاسكولاريتي كمان والكونتاك تايم قليل يبقى انت كده ضربت كل الشروط فالابزوربشن حتى بتاع الاسيدك ميديكيشن بتاع الاستومك مش هتلاقي بيحصل فيها اصلا ابزوربشن يعني بالدرجة اللي انت تتخيلها الانتستن بقى على النقيد ده ليها جريتر بلاد فلوف الفاسكولاريتي عالية قوي السيرفس اريا رهيبة جدا الارج سيرفس اريا زين استومك والكونتاك تايم طبعا بيقعد فترة كبيرة فمحاضي تقريبا كل الشروط اللي انا عايزها يبقى نيجي بقى النقطة اللي بعد كده بيقولي الابزوربشن فروم انتستن اسفيفر هو طبعا اللي بيحصل اساسا الابزوربشن او موست دراج او اي حاجة بيحصل في الانتستن وده سؤال ممكن يجيلي لوحده وخصوصا في الديودينام هنتكلم ده كمان في النيوترشن ان شاء الله وانحنا بنتكلم become more efficient بتبقى more efficient طبعا زين استومك يبقى مهمة اوي الابزوربشن حتى لو كان اساديك ميديكيشن هيبقى في الانتستن افضل لان الديودينام ستل سلايتلي اساديك الكونتاك تايم هيبقى فترة كبيرة هيقعد فيه اكتر من الاستومك الابيساليال او الليير لاينيج مش مش ثاك زي الاستومك لأ ده ثانر شوية يعني الاستومك ثاكر السيرفس اريا عالية اوي الاسكولاريتي كويسة اوي اخد بالي بقى من البلوت فلو البلوت فلو او السيركوليشن للسايت اوف ادمنستريشن ده اه احنا عارفين الفاسكولاريتي مهم اوي ان الدواء يوصل عن طريق البلود هو بيوصل عن طريق البلود فالبلوت فلو للارجن الفلاني ده هيبقى مهمة بالنسبالي والسيركوليشن كمان يعني العيان اللي عنده شوك متاخدش منه ابزوربشن كويس اوي في الاي ام بريباريشن عشان كده العيان اللي عنده شوك اني طيب اوف شوك غالبا بنلجأ لل اي في ادمنستريشن البلود او السيركوليشن وليل المعظم اجزاء الجسم طبعا ومن ضمنها لو انا هدي انترا ماسكولار انجيكشن فيحصل بور ابزوربشن فمشياخد الاكشن بتاع الدواء اللي انا عايزه العيان اللي عنده شوك بدي الدواء بتاعي اي فيي وطبعا العيان اللي عنده هايبوفيليميا حتى لو ما كانتش شوك برضو ايخد بالي ان هو الدم اللي واصل لسبرانكنيك اريا بيبقى برضو قليل فحتى الاورال اه العيان اللي عنده شوك برضو اني طيب حتى لو هايبوفيليميك شوك الاورال كمان مش هتصلح للدرجة الكافية منه فبردو لازم افتح له اي في اكسز وابتدي احط له الميديكيشن فيها طيب مش قادر اعمل كده السابلينج والروت هيبقى مهم جدا بالنسبالي ده البلد سابلاي عالي جدا والابزورشن بتاعه هيبقى حلو قوي فممكن استخدم السابلينج والروت في الامرجانسيز ليه؟ عشان البلد فلوه هيبقى حلو ده داخل على طول على البلد سابلاي كويس داخل على الدم فالابزورشن هيبقى كويس قوي ده بالنسبة للسبلينج وال وساعات باخد الحاجات اللي هي فيها الانهاليشن الانهاليشن برضو الالفيولاي يعني سيرفس اريا عالية يعني عالية فحققت برضو الشرطين فدخلت على الدم على طول فحصل ابزوربشن كويس قوي فالفكرة بتاعتي برضو موجودة بتاع الابزوربشن يعني الابزوربشن اي في طبعا مفيش في ال اي في ابزوربشن ده هو باص الفكرة دي فافضل حاجة ممكن اخدها لو انا عندي مشكلة في البرميابلتي والسيركوليشن والحتة دي في عينين الشرط بعد كده الابزوربشن بتاعه حلو برضو كويس قوي احسن حتى من الانهاليشن تكنيك بعمل الكلام ده كله عشان احسن الابزوربشن وادخل الدواء بتاعي على طول على البلد ومن ثم احسن الابزوربشن يبقى باختصار كده اللي انا عايز اقوله حتى لو كان بزيادة مش هيحصل له بالدرجة المرجوة من الاستومك اه ممكن شوية ولكن مش هيلحق اصلا عشان الحاجات اللي احنا قلناها فيسكولاريتي سيرفس اريا قليلة الكنتاك تايم كمان مش هيقعد فترة كبيرة فامش هيلحق اساسا يمتص يعني ده لو قلنا ان هو هيقعد يعني تمام يبقى الانتستن هي الالسايت اوف ابزوربشن وكل الحاجات التانية وخصوصا الديودينام تمام تاني فاكتور او تالت فاكتور قلناه هو الكنتاك تايم ان هو يقعد فترة كبيرة عند الابزوربشن سيرفس عند السيرفس اللي هو يمتص فيه فدي برضو من معلومات كل ما الكنتاك تايم ده يزيد كل ما حسنت الابزوربشن وزودته وكل ما علل كل ما عللت الابزوربشن طب المعلومة دي هاخدها كلينيكالي هستخدمها ازاي العيان اللي عنده سفير ضايرية ده الموتيلتي شغالة على ودنه فالدرج مش هيحصل له ابزوربشن والا اخد بالي بقى من العينين دول العيان اللي في سفير ضايرية اخد بالي بقى لو هو كده ومسلا في مستشفى ممكن افتح له اي في اكسز وابتدي اعدي له فيها لاني برضو في السفير ضايرية ده الكنتاك تايم انا فقدت الشرط ده وكمان الدواء هيعدي بسرعة فمش هيحصل له ابزورشن بالقدر الكافي اللي انا عايزه فاخد بالي من الكصة دي برضو ااخد بالي اي حاجة هتؤثر على اللي هي تخلي المعدة تفضي بسرعة او ما تفضيش بسرعة او تاخد وقتها يعني هيانكريز او دي لاير ريت اوف ابزوربشن يبقى كل الجاستريك امتينج ريت هتؤثر على الابزوربشن الموتاليتي وريت اوف دي سليوشن بيؤثره طبعا على الادوية فالميتاكلو برومايد ده اللي هو البريمبران ازا بروكايناتك ايجنت اكسلريت الجاستريك امتينج هنفسر الكلام ده دلوقتي طيب يعني ايه الكلام ده احنا لسه قايلين ان اي حاجة هتؤثر على اللي هي المعدة هتفضي بسرعة او هتاخد وقتها او هده يحصل لها دليا يعني هتؤثر على من اهم الادوية اللي تؤثر على الموتاليتي وي الجاستريك امتينج ريت دي الميتوكلوبرامايد من وجهة نظر الفرماكولوجي ان الميتوكلوبرامايد ده بروكايناتك يعني ايه بروكايناتك انا منتظر منه يعمل لي حاجتين يحسن اللور اسوفيجيال اسفنكتر التون بتاعها يحسنه شوي عشان كده بنلاقيم الادوية اللي بتستخدم في الجرد اللي هو ارتجاء المريق بيحسن اللور اسوفيجيال اسفنكتر تون وكمان بيحسن بتاع الاستومك ويحسن الموتاليتي فبيسرع الجاستريك امتينج يعني بيأكسليريت اهو الجاستريك امتينج ريت جاستريك امتينج ريت يعني هيخلي المعدة تفضي الكنتنت بقى بما فيهم الادوية بسرعة فخلى المعدة تفضي بسرعة فراح على طول ده خلاص حصل في الفترة اللي هي عادت فالدواء جاهز ومستعد ان هو ينزل بيحصل له على طول معظم الادوية بنسميها او بيحصلها بسرعة معادة طبعا والحاجات اللي انا اصلا اصد اعملها النهاية تتأخر شوية انما اذر زين لو دوة عادي تابلت عادي كابسولة عادية القصص دي كلها بتندرك تحت او يعني مش محتاج يقعد فترة كبيرة قوي في المعدة عشان يحصل له لو انسى ان هو نزل وشاف الفلاود اللي موجودة وتعرض للجاستريك جوس هيحصل له من اللي هو فيها فمحتاج بقى نزله كل ما نزلته بدري في الانتستن كل ما حسنته وصرعت الابزوربشن فلو خدت حاجة زي بتسمها يعني بتاكسلريت يعني المعدة عتفضي بسرعة بالكونتنت بقى بالدوة فهتحسن بقى الابزوربشن بتاعي وهتخليه اسرع شوية فالحاجات بيجي لي بقى سؤال الحاجات اللي هي الميتوكلوبراميد بتحسن الابزوربشن بتاعي الادوية الميتوكلوبراميد لو انتي اماتيك بروبرتز وكمان بروكاينيتك فهيحسن الانس ايدز من ضمنها الاسبرين والاثر انس ايد والسوماتريبتان عشان هيخلي المعدة تفضي بسرعة ويأكسلريت الجاستريك امتنج فهيحسن الابزوربشن فهيسرع ان هو يدي الاكشن بتاعي وفي نفس الوقت هو هو انتي اماتيك فلو في مايجرين ولا حاجة هيبتدي يعالج واسطبعا ده من ناحية الفارماكولوجي ما بنعملش كده في الكلينيكال براكتس على الموقيت بقى في حاجة مهمة قوي الديجوكسن ده الديجوكسن ده بالذات قصة يعني ده في كل حاجة كده هتلاقي له اكسبشن الديجوكسن بنسميه هو اصلا الفورميلة بتاعته ايا كانت يا ايه هي بتحصلها ببطء شديد جدا فمحتاجة تقعد فترة كافية او فترة طويلة في المعدة فلانا اديت بقى حاجة زي ده ده بيجوكسن ما خدش راحته كده وراح راح في المعدة عشان يديسنتجريت كويس ويبقى مستعد للأبزوربشن في الانتستن فانا زودت الامتينجريت او الجاستريك امتينجريت فالديجوكسن ما خدش وقته وما خدش راحته فما كانش جاهز او مستعد للامتصاص فوانس ان انا نزلته الانتستن مش هيمتص فيه بالقدر الكافي والعكس بالعكس طبعا لو انا اديت حاجات تقلل الجاستريك امتينج ده سي مثلا زي الانتيكولانرجك او الانتيمسكرانيك او القصة دي كلها العتروبين بقى واخواته اي حاجة تعمل ممكن تأخر بقى الكلام ده فهتزود الديجوكسن توكسيستي وفي نفس الوقت هتأخر الابزوربشن بتاع الاثر ميديكيشن لانه قلنا تقريبا كلهم رابد لي ديسنتجريشن طيب دي القصة بتاع الميتوكلوبرامايد والدلايين بتاع الجاستريك انتينجريت هتفيدني قوي يعني ثيوريتكال كده ليه بنضيف الميتوكلوبرامايد مع الاسبرين او الانسيد او الحاجات اللي هي لسوماتريبتان للميجرين وكده ولكن دي فرماكولوجي بس من وجهة نظر الكونتاكتايم والجاستريك انتينجريت والقصة دي طيب تأسير الفود كمان الفود مع الاكل في حاجات بنقول بناخدها على معضة فاضية وحاجات بناخدها بعد الاكل وحاجات مش هتفرق معي وجود الاكل من عدمه وجود الاكل نفسه بيعمل وفي نفس الوقت بيعمل وممكن يبقى في بعض المواد اللي ممكن يحصل لها تفاعل مع الدواء بتاعي فوجود الاكل نفسه في المعدة بيؤثر على على حسب بقى طبعا الدواء والفرميليشن بتاعي الحاجات اللي هي مثلا زي الكوليستايرامين زي القصة دي كلها بتعمل مع الأدوية فيعني افضل ان انا اخدها فرق بينها وبين الأدوية من اربعة لست ساعات كده عشان ابتدي اه اخد الابزورشن بتاعي او الافكت المرجو منها كمان طبعا الناس اللي هي على باركنسون او عندها باركنسون اه بياخدوا حاجة اسمها ال دوبة او ليفي دوبة بقى مع كاربي دوبة والقصص دي ولكن ال ال دوبة ذات نفسه بيتأثر بي الاكل المليان بروتين بروتين يعني امينو اصد بزيادة يعني اللي هياخد هو اصلا امينو اصد ترانسبورتر اللي هياخد ال ال دوبة من ايده يتطلقون البرين البرين طبعا قولنا البلوت برين باريار ما بتعديش اه حاجة كده بسهولة فبتعدل حاجة اما بصف زي الووتر والكاربون دايكسايد اما فاصلتايتد بيترانسبورتر زي الجلوكوز اما برضو فاصلتايتد بترانسبورتر زي ال ال دوبة الامينو اصد ترانسبورتر بيطلع للامينو اصد والال دوبة ممكن ياخدها معافل سكة طب لو انا عندي فود مليان بروتين يعني هيتكسر يبقى مليان امينو اصد وعندي هو ترانسبورتر واحد والسايتس اللي هيمسك فيها الامينو اصد او الال دوبة واحدة هما عدد محدود يعني اه فهيحصل فبيقل بقى الابزوربش متاع الال دوبة بيقل شكل ده فناخد بالنا من الكلام ده كله طبعا كل الحاجات دي بس احنا بناخد اه جنرال اوفر فيو كده وهنبتدي نتكلم عن كل ده ان شاء الله في مكانه طيب بعد ما الدواء وصل لمكانه قعد بالكونتاكتايم الكويس قوي اه السيرفس اريا كويسة والفاسكولاريتي كويسة انا مش محتاج بقى حاجة تطلعه تطرده برا البيج لايكو بروتين واحد من الترانسبورتر حتى بيسموه اه اي بي سي اللي هو اه اي تي بي بايندينج كاسد دي نوع من عنواع الترانسبورتر كده بتبقى بتستهلك اي تي بي يعني بتاخد اي تي بي ترانسبورتر تبع فاميليه هو طبعا بيقسموا الترانسبورتر في الجسم لفاميليز مهمين قوي اللي هي اه واحد منها البيج لايكو بروتين اي تي بي بايندينج كاسد والاس ال سي الاس ال سي اللي هي من اهم طبعا الاجزامبلز عليها او الشهيرة اللي هي الموجودة في الكدني وبيحصل سيكريشن اليوريك اسد بي اه ارجانيك انايون او اسد ترانسبورتر ارجانيك كاتايون ترانسبورتر ده اللي بنقولنا عليه في السكريشن هنتكلم عليهم بعد شوية هو ده برضو واحد من الترانسبورتر اللي بنسميهم اس ال سي كل الحاجات اللي هي مسكة ترانسبورتر بين الحاجة برا او جوه ده بسميه فاصلاتيت الترانسبورت زي ما احنا اتكلمنا فالبيج لايكو بروتين دي ما هي الا افلاكس بامب افلاكس بامب يعني افلاكس مش انفلاكس انفلاكس يعني يدخل من برا لجوه ده افلاكس يعني هتخرج اي حاجة تدخل لأ هتخرجها فهتطرد الدواء فتركيزه جوه الخلايا هيقل فبرضو هتأثر على الابزورشن والقصة بتاعته ده فمش هيعدي بقى ويروح للبلد بسهولة يبقى هي ترانسبورتر احنا قولنا الكارير هي ترانسبورتر اه ترانسبورتر اه ريس بونسبل فور ترانسبورتينج فاريس موليكيول او اوفزا سيل فهي في الاخر افلاكس بامب بتاخد الحاجة من جوه تطلعها برا الخلية موجودة في اماكن كتير زي الليفر والكيدني والبرين والانتستن والبلاسنتا طبعا هي الاكشة متاحة بروتكتف ولكن لما تاخد الدواء تطلعها وهي مش قصدة كده ولكن هي الاكشة متاحة بروتكتف يعني طيب الحاجات اللي بترانسبورتر بالبيجلايكو بروتين اللي بنسميها بيجلايكو بروتين سابستريت اما طبعا الديجوكسن والحاجات اللي هي بتستخدم في الاميونو سابريشن تكرولمس و سيرولمس وسايكرو سبورين اميونو سابريسن وكمان الانتي الكيمو ثيرابيوتك ايجنت او الكيمو ثيرابي الحاجات بقى لو استخدم في الكنسر وكده زي الايتوبسايد دوكس روباسن والفينكريستن والباكليتاكسل برضه ممكن ازوده كل حاجات دي بيجلايكو بروتين سابستريت فلو حصل اوفر اكس بريشن زادت قوي في الاكتيفتي والعدد هتطلعها برا الخلايا وللأسف في خلايا الكانسر سيل كمان ممكن تأكسبريز بعض البيجلايكو بروتين وتعمل نفس الشغل ده فتعمل لي كيمو ثيرابي ريزاستنت او آآ ريزاستنت للدواء اللي انا بديه ده وهنا على البيجلايكو بروتين كمان في دراج دراج انتراكشن فياخد بالي ان في حاجات اصلا بتبقى بيجلايكو بروتين انهابتور زي الفيروباميل مثلا بيروباميل مع دايجوكسن ممكن يعمل دايجوكسن تكسيستي بسبب البيجلايكو بروتين انهابتور تمام? ومع برضو اه ايجنت طول سايكلو سبورون تاكروليماس وهكذا الحاجات اللي هتنهابت البيجلايكو بروتين هتخلي الدواء يمتص اكتر فيحصل منه تمام لحد دلوقتي الدنيا كويس ايه وقلنا واحد منها طبعا البيكي اي والنسبة البي اتش والبيكي اي بتاعتي اللي هي كدناها من شوية عشان الدراج لازم يبقى في لازم يحصل له اه دي السليوشن الاول يعني له هايدروفيلك كاركتر وليبوفيلستي طبعا بيبقى بزيادة شوية البيكي ايه والايونيزيشن كونستانت لسه عايلين الكلام الايونيزد والانايونيزد بقى والكصة دي الموليكولار ويت هييؤثر معي والموليكولار سايز هيبقى مؤثر كل ما زايد الموليكولار سايز كل ما قل اه فكرة الابزوربشن يعني وزن نمت يعني الموليكولار سايز مش هيفرق معي قوي لانا انا بتحكم فيه وكمان لو هو هايدروفيلك ميديكيشن هيختارك ويعدي بسهولة هتفرق قوي الموليكولار سايز لو كان الحاجة دي او هيدروفيلك فقط فلازم تدخل بقى عن طريق البور فلازم اصممها تبقى صغيرة زي ما احنا اتكلمنا من شوية ولكن يعني مش هو ده المين روت اف ابزوربشن احنا قلنا المين روت هو بلايبوفيلك ميديكيشن هي تعدي ما عنديش بقى مشكلة في القصة بتاعتها دي طيب ما هتفرق جدا جدا طبعا هيفرق هيبعلينا ساشن كده خاصة عن وتأثرها في وعلى والقصة دي كلها طيب طبعا باللوجيك احنا عندنا الدوزج فورم طالما ذكرت هنا يعني الدوزج فورم عموما يا اما تبقى لكويد يا اما تبقى صولد وطبعا فيه سيمي صولد ولكن مش مش هتهمنا دلوقتي احنا بنقول الحاجات اللي انا هاخدها بقى اه بالفم يعني عندي يا اما يبقى سلوشن حاجة تبقى دايبة قوي في المية او الكل طبعا ممكن الالكسير ولكن احنا في بلدنا ما فيش الكل فعندي السلوشن والالكسير دول الدواء دايب في ماء او في الكل يعني دايب ما عنديش مشكلة خالص فده اصلا هو جاهز يعني هو مرحلة السلوشن او الدوابان جاهزة فاول ما ينزل ويعدي الاستمك ويروح للانتستن هيمتص فدي هتبقى اسرع الفورم اللي هيحصل فيها انتصاص يبقى اسرع الفورم الليكويد واسرع حاجة في الليكويد السلوشن عن السسبنشن لا ده ما يبقاش دايب ده في السلوشن اللي موجود فلا ده محتاج الاول يحصل له وبعد كده يبتدي فيتأخر شوية فكرة طيب بعد كده بتأتي بقى مرحلة السلوشن يبقى انا عندي دلوقتي قلت الليكويد اسرع في السلوشن لو كان هيحصل لها زي السسبنشن واسرع كمان في الامتصاص فهتبقى اسرع يبقى عندي لو هنيجي نرتبهم هيبقى السلوشن والالكسير مع بعض لانهم دايبين وبعد كده هيبقى السسبنشن لانه وبعد كده كل السولد فورميوليشن طبعا انا عندي سولد فورميوليشن كتير عندي بودر وتابلت مسلا وكابسول والتابلت حتى في منها اصناف واشكال وحاجات يعني فلو جينا نرتبها من حيث سرعة وسرعة هنلاقي البودر اسرع واحدة في لان هي جهزة على طول على الدوابان مش هيحصل ولا القصة دي وبعد كده هيبقى بعدها هيجي الكابسول وبعدها هتبقى التابلت العادية خالص اللي ما لهاش اي حاجة وبعد كده التابلت الكوتد التابلت الكوتد في عندي فيلم كوت شجر كوت فيه انتريك كوت فالفيلم كوت والشجر كوت هيبقى هنا وبعد كده اخر واحدة خالص في الاخير خالص هيبقى الانتريك كوتد اللي انا اصلا اصد اعملها كده عشان تبقى استين دي ريليز او كنترول دي ريليز تتأخر هي في امتصاصها عشان تروح وامتص من الانتسم والقصة اللي احنا عارفينها دي وده طبعا باللوجيك وده ترتيب الحاجات برضو هتهمنا قوي فيه لو انا عايز حاجة سريعة اخطار ازاي من بتاعتي ان شاء الله انا اتكلم عن الحاجات دي برضو اه في الاخر تمامي بقى المعلومة المهمة اللي انا عايز اطلع منها هنا هنتكلم برضو عن ان شاء الله مع يعني في الشابتر هنتكلم عليه في الاخر باذن الله كل مكان مش محتاج مرحلة دي سليوشن دي او كل مكان دي سليوشن سريعة كل مكان جاهز بسرعة ان هو يحصل له ابزوربشن كل ممتص بسرعة طيب بيقول لي بقى الابزوربشن از امبورتن فاكتور لكل زي ما احنا اتكلمنا من شوية معادة الاي في الاي في انا بديه دايركتلي على البلد فمش محتاج اصلا مرحلة الابزوربشن دي فما بيحصلش ابزوربشن لالاي في فرميوليشن تمام الحمدلله كده خلصنا الابزوربشن هنبتدي بقى التاني مرحلة احنا قلنا المراحل بتاعتنا بتاعت الاكرونيم اللي احنا هناخده الادم اي دي ام اي الديل هي الترمز للديستريبيوشن هنتكلم دلوقتي على الديستريبيوشن